هذه أبرز العناوين وصول بعثة المنتخب المغربي إلى أغادير واللاعب يؤدون صلاة الجمعة في الفندق عاجل لن تصدق ما قاله علينا مدرب ليبيريا قبل المباراة التشكيلات المحتملة للمنتخب الوطني المغربي لمواجهة ليبيريا في تصفيات كأس إفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وصلوا باعتة المنتخب المغربي إلى أغادير واللاعب يؤدون صلاة الجمعة في الفندق حطت باعتة المنتخب المغربي رحالها زوال اليوم الجمعة في مدينة أغادير تأهبن لمواجهة المنتخب الليبيري لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا الكودفورة 2023 ووصل المنتخب المغربي إلى مقر إقامته بمدينة أغادير تحت حراسة أمنية مشددة قبل أن يؤدي لاعب الفريق الوطني صلاة الجمعة في المسجد المتواجد بالمنطقة السياحية ومن المنتظر أن تجري كتبة الناخب الوطني وليدر إقراجي أخر حصة تدريبية بمدينة أغادير قبل مواجهة المنتخب الليبيري وسيواجه أصد الأطلس منتخب الليبيريا يوم غد السبت على أرضية ملعب أغادير الكبير انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة المغربية عاجل لن تصدق ما قاله علينا مدرب ليبيريا قبل المبارد أعرب أنسو كيتا مدرب منتخب الليبيريا عن سعادته لمواجهة المنتخب المغربي برسم الجولة الأخيرة من تصفية كأس أمم أفريقيا الكوديفورة 2023 موشيدا بأصود الأطلس وقال كيتا في الندوة الصعفية التي تسبق المبارد سعداء بمواجهة المنتخب المغربي ستكون مباراة مليئة بالمشاعر ومتحمسون لخوضها وتبع سعداء بمواجهة أحد أفضل المنتخبات العالمية والذي قدم كل ما لديه في كأس العالم وشرفنا كأفارق باحتلاله المركز الرابع وتم حديثها لسنا خائفين نحن متحمسوا لمواجهة المنتخب المغربي الذي يضم لاعبنا كبار سنكون في الموعد وسنقدم مباراة جيدة ويحل المنتخب الليبيري ضيفا على نظره المغربي غدا السبت على أرضية ملعب أغادير الكبير في تمام الساعة 8 مساء التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني المغربي لمواجهة ليبيريا في تصفية كأس إفريقيا من المرتقب أن يواجه المنتخب الوطني المغربي نظره الليبيري غدا السبت على أرضية ملعب أغادير لحساب الجولة الأخيرة من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا في الساحل العج وسيجري الناخب الوطني تغييرات خاصة على مستوى الوسط وذلك بعد تأكد إصابة صفية أم رابط وفي الخط الدفاعي يبدو أن المدرب الرقراجي سيعتمد على يونس عبد الحميد كبديل للعميد رومان سيس الذي يعاني من نقص في اللياقة البدنية باستبب غيابه عن المباريات باستبب عدم تسجيلها في قائمة فريق السد القطري قبل انتقاله إلى الدورة السعودية ويتوقع أيضا أن يمنح الناخب الوطني فرصة لوجوه جديدة مثل أمين عدلي الذي انضم حديثا إلى منتخب أصود الأطلس بالإضافة إلى إسماعيل سيباري نجم أندهوفن الهولندي وذلك نظرا لإصابة صفية أم رابط ومن المحتمل أن يعتمد الناخب الوطني والليدر جراغي خلال هذه المباراة على التشكيلات التالية في حراسة المرمى ياسيم بونو في خط دفاع عبد الحميد الصبيري نيف أكراد نوسير مزراوي وأشرف حكيمي في خط الوسط سليم أملح وعزدين أناحي وإسماعيل سيباري في خط الهجوم أمين عدلي وزكري أبو خلال ويوسف انصاري الصبيري يعلق على انتقاله لكوكبة نجوم الدورة السعودية علق عبد الحميد الصبيري عن سعادته بالانتقال إلى فريق الفيحة السعودي قادما بندام الإعارة من فريق فيرونتين الإيطالية ونشر صبيري صورة له بعد تقديمه لعب للفيحة وعلق عليها سعيد أن أكون هنا ووقع صبيري عقدا دمامه إلى الفيحة في أخير يوم من الملكات الصيفي بالسعودية وسينضاف الصبيري إلى كوكبة نجوم الدورة السعودية الذين يتقدمهم النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو والبرازيل نايمهار والسينيغالي ساديو مانيا والمغربية سيمبونو والجزائري رياد محرز رفض الدولي المغربي يوسف انصاري لعب فريق إشبيليا الأسباني لكرة القدم الانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي في أخير يومين من مرحلة الانتقالة الصيفية الماضية وأوضحت صحيفة لاجزيتا ديلو سبور الإيطالي أن فريقي إشبيليا وميلان اتفق على انتقال انصاري إلى معقل روسينيري في أخير أيام ميركات الصيف إلا أن مهاجم الأسود رفض اللاعب للميلان وضفت الصحيفة الإيطالية أن الاتفاق كان يقضي بأن ينتقل انصاري إلى ميلان على سبيل الإعارة لسنة واحدة مقابل 6 ملايين يورو مع خير الشراء مقابل 25 مليون يورو وأشار المصدر نفسه إلى انصاري يفضل الانتقال بصفة نهائية لا بنظام الإعارة وهو الشرط الذي أعاق المفاوضات بين إشبيليا وميلان وكان ويستهام الإنجليزي قد أبدى رغبته في ضمن صرف العديد من المناسبات حيث كان اللاعب المغربي هدف للهامرز منذ سنة 2021 إلا أن إشبيليا لم يقتنع بعرض الفريق الإنجليزي تجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي يوسفانسيري ما زال مرتبطا بعقد مع إشبيليا الأسبانية إلى غاية سنة 2025 مدرب طنزانيا يوجع صفعة مدوية للنظام الجزائري تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم صفعة قوية بعدما كشف مدرب المنتخب الطنزاني أمام الملأة تفاصل الساعة الجحيمة التي قضتها بعتة بلاد عند وصولها إلى الجزائر المدرب عادي العمروش الجزائري والأصل الذي واجهت بلاده النخبة الجزائرية لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهل لكأس أمام إفريقيا 2023 عبر بوضوح عن السياء الكبير من سوء المعامل التي تعرض لها منذ وضع أقدامهم بالتراب الجزائرية حيث قال بالحرف أتأسف كثيرا للوضعية التي مررنا بها عند دخولنا للتراب الجزائرية لقد وجدنا صعوبات كبيرة وإهمالا من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم نجد أي مسؤول في استقبالنا ولا أي فرض نتواصل معها كنا عالقين قرابة 8 ساعات في الحدود الجزائرية التونسية بدون ماء ولا طعام والسنكر المدرب عدم التزام الاتحاد الجزائري بالنقاط التي تضمنها الاتفاق مع نظره الطنزاني واصفا ما حدث بالعيب وأضف عمروش لقد سئمنا من التغطية على هذه الأخطاء إنه لعار 8 ساعات بدون ماء وبدون بسكوي فضيحة تنضف لمسلسل الفضائح الذي بدأ يتخبط فيه الاتحاد الجزائري مؤخرا وهو ما دفع السعوف والمعلقة الجزائري حفظ الدراجي الذي كان يعتبر بوقا للكابرانات إلى تمرض على بلاده منتقدا في كل خرجة الأخير للفضائح التي وقع فيها الاتحاد الجزائري لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر